تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة بالنقاش كروي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميس على قناة سيلفي سبورت اللي أكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بندعوكم تشتركوا فيها بذكر نقاش كروي هدفه نطرح قضية ونسمع آراء والكل يحاول يوضح الفكرة لبعض يعني أنا أستفيد منك وإنت تستفيد مني اليوم نحكي عن خبر ربما شفتوه كثير في الإعلام الإسباني في آخر أسبوعين زيدان سيرحل إن لم يحقق ألقاب ومن المعلوم أن ريال مدريد لم يبقى فيه أي مدرب لم يحقق لقب خلال الموسم ورحل مباشرة ربما هذا الشيء من السبعينات مهما كانت نجاحات المدرب السابقة بالريال مدريد عدم تحقيق أحد الألقاب الثلاثة المهمة كأس دوري دور أبطال بيضمن رحيلة طبعا في بعض المناسبات بريال مدريد حتى لما تحقق لقب منهم بترحل زي هاينكس وزي كابيلو بس بنفس الوقت الشغل ماشي محهم أوكي بغيروا كثير بس ماشي محهم بجيبوا ألقاب في برشنان الوضع مختلف يعني فيه مدربين أعطيه فرص بدون ألقاب وقدروا يرجع وينجحوا ريكورد رجع بعد موسم أول بالألقاب على الرجع نجح وفكان فيه صبر عليه والنتائج كانت واضحة لكن لما روح فريق آخر معروف جدا أنه بقيل كثير تشلسي ورمان أبراموفيتش فيه مقابلة نادرة له من فترة طويلة وطلعوا وتكلم عن الموضوع وقال ممكن البعض ما بيعجبوا أسلوبي بس من النهاية أسلوبي بيثبت نتائجه ونجحاته يعني هو يعني ما حكى بالأسماء لكن هو كان يقصد مئة في المئة أنا لما أقلت بواس وحطت ديمتي وجبدي الأبطال ولما جبت كونتي جبت الدوري ولما طرت كونتي وجبت ساري جبت دوري أوروبي ولما هلا جبت تخيل فريقي أفضل كل مرة غيرت مدرب إجاني مدرب جبلي كأس أو كأسين يعني حتى رفا بنتز بس شهور جبلي لقابين فبالنهاية أنا خزانتي مليئة بالألقاب إنجازاتي كبيرة وقيمت النادر تفعت فأنا ماشي صح بغض النظر عجبكم أسلوبي بالإقالات ولا لا يعني هذا تفسيري لكلامه مش كلامه يعني هو قال أنه أسلوبي عم بيشتغل وناجح بغض النظر أنه الناس مش مستقبليته ديس فيه تجارب أخرى فريكسون مواسم فاشلة في البداية ثم نجاح ثم صناعة فريق عظيم وخلال صناعة الفريق العظيم مرق بمواسم فاشلة ما أقلوا ما قالوا عنا قاعدة والله إحنا اللي مجيبش ألقاب ببالا موسم بطير في الدوريات العربية أيضا منعيش نفس الحالة بيجيك مدرب مبين أنه هو الممتاز وأخذ الفريق لمستوى آخر من كرة القدم ست سبع مباريات مش كويسة بصير الضغط الرهيب جدا لإقالته فسؤالي في نقاش كرة واليوم إنه هل إقالة المدربين اللي ناجحين وإنت عارف مستواهم يعني مثلا كلوب أنت عارف أنه جاب دوري ودوري أبطال وأخذ لي بربون نقلي نوعيا تيجي تقيله عشان موسم واحد فاشل ولنفرض أنه أخطاءه التكتيكية اللي كانت السبب بس كان عنده أربع مواسم قبلها كلها نجحات تكتيكية أخطاءه الإدارية بس عنده أربع مواسم نجحات إدارية عشان موسم سيء تيجي تخسر رجل يمبين أنه مستوى أي مدرب حييجي بعده حيكون أقل منه فبتسأل أنه هل هذا القرار منطقي وإلا أنه إحنا دخلنا في نظام العادي يعني تعودوا الناس يشوفوا الناس بقيلوا مدربين يعني أنا رئيس نادي تعودت لما أشوف المدرب حتى لو جاهب نجحات والله موسم فاشل بقيل المدن يعني أنا ما زلت أعتقد شخصيا السبب المنطقي لإقالة مدرب بمتاز مش عدم تحقيق الألقاء السبب المنطقي لإقالة مدرب بمتاز عندما يدخل بمظام الملل مع اللعيبة يعني اللعيبة بطلوا مستعدين يعني بدخل بنظام الروتين هون الفريق بصير عطاه أقل في الملعب وبيظهر بس ما بيظهر من موسم واحد لازم نشوف موسمين مثلا هذا العدل أو لما المدرب بيقسر كل اللعيبة في غرب التغيير الملابس هذه بتصير مستحيل تعويضها ماليا فبصير لازم يرحل فبالنسبة لكم هل شايفين قرار إقالة المدرب عشان فشل موسم واحد منطقي خاصة لو المدرب كان ناجح وإلا كان لازم أي مدرب في الدنيا يتغير طريقة تفكيرنا معهم ونصير نعطيهم موسمين بدل الموسم عشان نختبر قدراتهم وإمكانية عودتهم إنه موسم واحد واضح إنه ممكن ظرف معين يصير إصابة لعب مهم مشاكل عند لعب نجم عندك التخرب كل شيء إعداد صيف يا سيدي بالغلط صار أخطاء فنية معينة يعني بتروح دافع الثمن كامل فهل هو منطق إنه نبنى نقيل على موسم أو نصف موسم وللازم تتغير كرة الخدم ونصير نقيل على موسمين في كرة الخدم نوصل هناك حلقة نقاش كروي دائما علقوا وتركونا اللايك عشان هذا الشيء بيساعدنا بنشر الفيديو ونشوف أصدقاء أكثر بعلقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر